أهلا بكم ارتفعت رايات الحزن السوداء فوق ضريحي الإمام أبي عبد الله الحسين وأخيها بالفضل العباس عليهما السلام في مدينة كربلاء المقدسة يوم أمس إذانا ببدء شهر محرم الحرام رايات الحزن السوداء جاءت لتحلى محل الرايات الحمراء التي كانت فوق قبتي الضريحين الشريفين وستبقيان حتى نهاية شهر صفر حيث تعود الرايات الحمراء مجددا هكذا بدى المشهد في كربلاء المقدسة قبيل ساعات من مراسم تبديل الرايتين الحمراء في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية والإذان ببدء شهر الأحزان محرم الحرام حيث شهدت منطقة ما بين الحرمين الشريفين توافدا هائلا من الحشود المؤمنة لحضور هذه المراسم السنوية كل سنة أشوفها بالتلفزيون وأتحسر صراحة يعني بس الحمد لله سنة الله وفقني ووصلت هنا عند الإمام الحسين أشوفه برؤية العين شون تبديل الراية نعم رايات الحسين مرفوعة اليوم وغدا وإلى الأبد سترتفع عاليا بهمة الغيارة من أبناء الحسين نحن كل سنة نجي تبديل الرايات من الزمان يعني تاريخ هذه الشعيرات عود لفترات طويلة تتضرب الرواية بشأنها إلا إنها تشكل رمزية مهمة لدى المؤمنين في جميع أرجاء العالم فإنزالوا الراية الحمراء واستبدالها بسوداء فالسفة حزن عميقة وعالية المضامين تتجلى عند حلول هذا الشهر لا شك ولا ريب إن الراية الحمراء لها رمزية والراية السوداء لها رمزية الراية الحمراء هي ترمز إلى ثأر الحسين عليه السلام الرايات هي رموز لتجمع أو لقبيلة أو لأشيرة قديما في الحروب تستخدم حينما ترفع الراية يعني هذا الجيش موجود وهكذا هي رمزية لتجمع أو إشعار لأمر ما وتحظى جميع الرايات التي ترفع على القبتين الشريفتين أو التي تستبدل باهتمام كبير من قبل الأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية حيث يتم خزنها وحفظها بعناية بالغة ولا يتم التصرف بها إلا بموافقة القائمين يعني هذه الرايات هي تستبدل حقيقة وتتم حفظها عند العتبة الحسينية المقدسة ولا تعطى إلا بإجازة من سماحة الأمين العام للعتبة وسط هذه الهتافات المدوية وهذا الحضور الغفير الذي ضاقت به شوارع وساحات كربلاء وأروقة العتبتين المقدستين جار استبدال الرايتين الحمروتين برايتين سودوين ليعلن برفعهم الحداد حزنا على سبط النبي محمد الإمام الحسين وآخيه أبي الفضل العباس عليهم السلام طيلة شهري محرم وصفر إذن ها هي كربلاء ترتدي ثوب الحداد وتتشح بالسواد رايتان ستحاكيهما في آن واحد ملايين الرايات في جميع عنحاء العراق والكرة الأرضية فأحزان محرم لا تعرف حدودا أو هوية أو قومية من مدينة كربلاء المقدسة سعد مالك تلفزيون الكوت